تلقى النعيب بدوحة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه المسلم في هذه الحياة له نظرة تختلف عن نظرات غيره من اهل هذه الدنيا المسلم في هذه الحياة له نظرة الى الكون ونظرة الى الحياة ونظرة الى الانسان المسلم في هذه الحياة يقرأ فلسفة الوجود من خلال وحي الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه هي حكمة وجود الخلق عبادة الله جل وعلا وعبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن تصح إلا بشرطين عبادة الله لا يمكن أن تصح ولا يمكن أن تستقيم ولا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى والشرط الثاني متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحديثي إليكم اليوم عن الشرط الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ما هو الإخلاص وكيف الوصول إليه إذا علمنا أن الإخلاص سبب للقبول وأن عدمه سبب للرد فلنعلم أحبتي في الله أن الإخلاص له قيمة ومنزلة في الشريعة عظيمة أهمية الإخلاص تكمن أن النجاة يوم القيامة بل قبل ذلك في القبر ويوم القيامة إنما هي بالإخلاص وكذلك تكمن أهمية الإخلاص أن كل الجهود لا قيمة لها إن لم يوجد الإخلاص فهذا الإخلاص له منزلة عظيمة هو في الحقيقة عمل قلبي في قلب الإنسان لكن هذا العمل القلبي سبب للقبول أو الرد الإخلاص هو أن تريد بعملك وجه الله جل وعلا لا تريد لا تريد محمدة في الدنيا ولا تريد ثناء في الدنيا ولا تريد جزاء ولا شكور من أحد في الدنيا هذا هو الإخلاص ببساطته هذا هو الإخلاص بوضوح أن تريد بأعمالك وجه الله والأعمال تنقسم إلى قسمين قسم هو عبادة محظة كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها وقسم آخر من الأعمال هو أعمال مباحة أما القسم الأول فهو لا يقبل مطلقا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل ولا يمكن أن يقبل شيء من العبادات إلا أن يكون خالصا لله جل وعلا ومدار القبول كما أسلفت على هذين الشرطين إخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفي قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال بعض السلفي ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه والإخلاص الوصول إليه ليس صعبا فإن الله لا يكلف الناس إلا ما يطيقون وما يستطيعون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن أحيانا يكون عندنا خلل أولا خلل في فهم الإخلاص ثانيا خلل في استحضار الإخلاص العبادات أيضا لا تقبل إلا بنية صالحة وصادقة وكذلك أيضا النية تدخل في تحديد العبادات وهذا باب آخر لن نتحدث عنه وإنما حديثنا فقط هو عن الإخلاص عن أهمية الإخلاص عن حاجتنا إلى الإخلاص عن خطورة تساهلنا في الإخلاص الإخلاص يا إخوتي ويا أخواتي هو أن تريد بعملك وجه الله هذا هو التعريف العام وهناك تعاريف أدق في الإخلاص قالها بعض السلف مثل من قولهم أيضا في تعريف المخلص هو الذي يكتم الحسنات كما يكتم السيئات كيف يكتم الحسنات عندنا الأعمال أعمال سرية بين العبد وبين الله كأن يقرأ القرآن في بيته وحده أو أن يصلي النفل في بيته وحده أو أن يتصدق فيحرص أن لا يراء الناس ولا يباهيهم ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا رجل تصدق بصدقة فأخفاها ولاحظوا من شدة من شدة إخلاصه وإخفائه للصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هما اليدان في جسد واحد وعبر عن القوة في الإخفاء بأنه يتحاشى أن ترى الشمال ما تصنعه اليمين سبحان الله هذه حال المخلص لا يريد إعلانات ولا يريد دعايات لا يريد رعاية ولا يريد أن يدون اسمه في مكان ما وإنما يريد أن يدون اسمه في السماء عند مالك الملك عند النافع الضار ولذا الذين يراؤون في الدنيا يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين تراؤونهم الذين يراؤون في الدنيا حتى لو كانت أعمالهم جليلة وعظيمة في أعين الناس أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هو العياذ بالله ثبث في صحيح مسلم عن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه وبكى سبحان الله أعمالهم عظيمة وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من هم رجل تصدق بصدقة فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيقول ما فعلت فيقول يا ربي تصدقت في سبيلك فيقال كذبت ولكنك تصدقت ليقال جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيلقى في النار والثاني نشر العلم وعلم الناس فيؤتى به فيعرف بنعم الله عليه فيقال ما صنعت يقول تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت الناس فيقال له إنك فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل أخذت لصيبك في الدنيا ثم يؤمر به إلى النار والثالث إنسان ذهب يجاهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرف بنعم الله عليه فيقال ما فعلت فيقول قاتلت يا رب في سبيلك فيقال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء أي شجاع وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار إن الأمر خطير والشيطان حريص على أن يفسد العمل حريص الشيطان أن لا تعمل فإذا ذهبت للعمل الصالح اجتهد الشيطان أن يفسد نيتك فإن جاهدته في البداية وأصلحت النية اجتهد أن يفسد عليك النية في أثناء العمل حتى لو كنت خاليا يحاول أن يفسد قلبك يجتهد أن لا يكون العمل خالصا لله لأن الشيطان يعلم أن مصيره إلى النار فيريد كل الناس معه إلى النار قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الشيطان له مداخل في إفساد العمل عجيبة جدا ذكر عبد الله بن المبارك ملحظا دقيقا جدا قال إن الرجل ليرائي أهل مر مر بعيد في المشرق في أفغانستان اليوم قال إن الرجل ليرائي أهل مر وهو في مكة طبعا قبل وسائل التواصل الآن الآن يرائيهم بسرعة قالوا كيف يا أبا عبد الرحمن يرائي أهل مر وهو في مكة قال يقول وهو في مكة إن الناس يتحدثون في مر أني مجاور في مكة تبدأ هذه لاواجس معه فيرائي أهل مر اليوم مع الأسف إن تصدق صور نفسه إن عقد الإحرام صور نفسه إن دخل عند الكعبة صور نفسه فلنتق الله معاشر المسلمين الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ القرآن يوما فدخل عليه بعض أهل بيته ليسوا أغراب أهل البيت فلما دخلوا أخف المصحف لألا يروا خشي أن يصيب قلبه شيء من الرياء فيحبط عمله ولذلك قال بعض السلف في تعريف المخلص هو الذي يكره هذه درجة عالية نسأل الله أن يوصلنا إليها قال في تعريف المخلص هو الذي يكره أن يطلع الناس على مثقال الذر من عمله من أجل صلاح قلبه مع الله من أجل صلاح قلبه مع الله من أجل صلاح قلبه مع الله هذا هو المطلب أن يصلح القلب مع الله جل وعلا يا أحبتي مراءات الناس والنظر إليهم لا تنفعنا يوم القيامة بل إن مراءات الناس وبال في الدنيا والآخرة قد يكون الإنسان كثير الصدقات كثير الأعمال كثير كثير وهي رياء ففي هذه الدنيا تنزع البركة منه ويوم القيامة يأتي بأعمال يظنها صالحة وإذا هي من الشرك الأصغر والعياذ بالله لأن الرياء من الشرك الأصغر وإذا عظم الرياء وسيطر سيطرة كاملة فالإنسان على خطر عظيم لأن أعماله لا يقبل منها شيء فلنتقل لها عباد الله ولنحرص على أن نصلح قلوبنا ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما أجمله من دعاء في زمائن هذا سيطر على الناس في حياتهم كلها حياتهم كلها توثيق توثيق عبر وسائل متعددة ألا نخشى أن تحبط أعمالنا ألا نخشى أن نأتي يوم القيامة نظن أننا قد أرصدنا لأنفسنا أعمالا صالحة وإذا هي وبال علينا يا أحبتي الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا إن كان خالصا وليس صوابا لا يقبل وإن كان صوابا وليس خالصا لا يقبل ولذا الأمر خطير في هذا الشهر المبارك عندنا أعمال كثيرة وفرص متعددة لنحرص أشد الحرص أن تكون خالصة لله جل وعلا وأنت نريد بها وجه الله صلاة قراءة قرآن صدقات ذكر إلى آخره عمره كلها يجب أن نحرص أن تكون خالصة وأن نبتعد عن مرآة الناس وتأملوا دائما تذكروا الناس لا ينفعون ولا يضرون أبدا هم مثلنا يسألون الله ويرجون الله هم ضعاف ولذا أحد إشكالاتنا في هذا الزمان تعلقنا الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية بالدعاية لأعمالنا وكأننا نراقب البشر ونرجو ما عند البشر لنحسن أوضاعنا ولنعاهد ربنا جل وعلا أن نصلح حالنا ولنكثر من الأدعية التي تصلح أعمالنا فإن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هذا في العبادات المحضة أما غير المحضة فهي إن أضفنا إليها النية يعني الأشياء التي ليست عبادة التي ليست عبادة محضة مثلا أكلنا وشربنا هذا مباح لو نوينا بالأكل والشرب طاعة الله عز وجل وأصلحنا قلوبنا صار أكلنا وشربنا عبادة لكن لنحذر من الإسراف في الأكل والشرب أحيانا ملاعبتنا أطفالنا لو نوينا بذلك وجه الله لأصبح عملا صالحا خيرا يقبله الله جل وعلا أحبة الكرام أذكركم بها الإخلاص مهم بها هي لحظة الإحتضار عند نزول الموت هذه اللحظة نغفل عنها ولكننا في هذه اللحظة نشعر بقيمة الإخلاص من كان مخلصا ختم له بخير ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله السلام نسأل الله من فضله ونسأل الله أن يسلمنا من الرياء ختاما أحبة الكرام تواصلوا بالإخلاص وتجنبوا حب الرياء والمرائي منه هو الذي يعمل العمل لأجل الناس أي أن كان العمل من العبادات يعمله لأجل الناس كما ذكرت مثال الثلاثة المجاهد والمنفق والمعلم وغيرهم أيها الإخوة والأخوات الإخلاص حديثه طويل وحديثه مهم وإنما أردت الإشارة إلى ذلك والتذكير لإخوتي وأخواتي لألا تحبط أعمالنا فنكون من الخاسرين أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رقق فؤادك في رب الإيمان وعيش الحياة بواحة الإحسان عدل الإله بدوبة مستعصما تلقى النعيب بدوحة القرآن تلقى modelling تلقى